السلام عليكم ورحمة الله أعطيكم العافية أصدقائي معكم حمزة من قناة ميتزيديو ورجعنا لكم اليوم بشرح جديد لمنحة حبشة لحماية اللاجئين البرنامج التعليم العالي للاجئين من خلال طرق إضافية لإعادة التوطين ضمن المكسيك خلينا نتعرف شو هي الشروط وطريقة التقديم على هذه المنحة أهلا وسهلا أصدقائي بالنسبة لمنحة حبشة لحماية اللاجئين هي منحة ممولة ومقدمة من المعهد التعليم الدولي ومع دعم من المفوضية المكسيكية لدعم اللاجئين وفي عنا استشارة تقنية من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين UNHCR طبعا مشروع حبشة للتعليم العالي هو موجه لطلاب البكالوريوس وطلاب الماجستير خلينا نتعرف شو منافع هذا البرنامج شو ممكن نحن نستفيد بالبداية رح نحصل على تأشيرة للسفر إلى المكسيك اللي هي من الأردن إلى المكسيك مثلا رح نحصل على حالة من اللجوء القانوني في المكسيك رح نكون وجودنا قانوني ضمن المكسيك الإقامة الموقتة في أسكان الطلاب طبعا هذه الإقامة رح تكون للسنة الأولى فقط في مرحلة الاندماج مع المجتمع برنامج اندماجي لمدة سنة ودروس في اللغة الإسبانية المكثفة منحة كاملة مع بعض جامعة القمة المكسيكية دعم أكاديمي ونفسي واجتماعي وصحي وفيما يتعلق بالهجرة طبعا هاي كلها مواضيع مساندة لحالة التوطين رعاية صحية حتى التخرج رح نحصل على راتب شهري حتى الفصل الدراسي الخامس بالنسبة لمرحلة البكالوريوس أو للفصل الدراسي الثالث بالنسبة للماجستير طبعا كل مستوى رح يكون فيه راتب مختلف رح يكون في تمويل من ميزانيات مختلفة ميزانية أكاديمية ميزانية طارئية رحكم في عنا إرشاد وظيفي وليقاءات سنوية من أجل تطوير مهارة القيادة البرنامج بركز على الجانب التعليمي وعلى جانب الهجرة والتوطين أما بالنسبة لشروط الاشتراك في البرنامج أو طريقة التقديم رح نحتاج الاعتراف بحالة اللجوء القانونية في بلد اللجوء الأول اللي هي حالتنا مثلا بالأردن نحن طالبي لجوء معنا بطاقة انفوضية بطاقة شخصية تثبت لقامة قانونية في بلد اللجوء اللي هي الهوية الأمنية بالنسبة لطلبة البكالوريوس بيشترطوا أنه يكون العمر ما بين 18 سنة إلى 24 سنة أما بالنسبة لطلبة الماجستير من 22 إلى 28 سنة وبيحتاجوا أيضا شهادة المدرسة الثانوية في بلد الأصل أو في بلد اللجوء الأول يعني حسب نحن من وين أخذنا شهادة الثانوية من بلدنا الأصلي أو من الأردن وأيضا رح تحتاجوا بعض المستندات خلال عملية تعبئة الاستمارة بحكي لكم عنها إن شاء الله طريقة التقديم للبرنامج جدا سهلة ومختلفة نوعا ما هلأ بحكي لكم كيف في عنا استمارة الكترونية رح نعبيها بشكل كامل آخر موعد للتقديم على هاي المنحة هو يوم الجمعة بتسعة تموز بيحتاج للتقديم على هاي المنحة شغلتين إضافيات تطلبها هاي المنحة في عنا إشي اسمه رسالة الإحالة وفي عنا إشي اسمه توجيهات المقالة بالنسبة لرسالة الإحالة هي زي الكافر لتر إحنا ليش حابين نقدم على هاي المنحة ليش نحن نعتقد إن إحنا ممكن ننقبل على هاي المنحة أو مثلا هاي المنحة كيف ممكن نتساهم في تطوير ثقافتنا تطوير قدراتنا نعلي مثلا من قدرتنا على اكتساب مهرات جديدة يعني زي الكافر لتر اللي نحن ممكن نرفقها طبعا طول الرسالة رح يكون صفحة واحدة من الورد بيشترطوا علينا نوع خط معين هو الاريال أو تايمز نيو رومان حجم الخط 21 ولازم يكون جاستيفايد يعني بدأ تكون مرتبة ومنسقة طبعا هاي رح تروح هاي الرسالة على رح يستلمها بجهة اللي هي المبادلة الثقافية فعالة دا المكسيك ومشروع حبشة ومعهد التعليمي الدولي بالنسبة للشغلة الثانية اللي همون بطلبوها اللي هي توجيهات المقالة هاي كمستند توجيهات المقالة رح نجيب على سؤالين مهمين أول سؤال رح نحكي أنه عن قصة الأحداث التي صارت بحياتنا على مدار خمس سنوات ماضية نسر التسلسل الزمني للأحداث اللي مرت معنا خلال خمس سنوات أثرت بشكل كبير على حياتنا على تحديد أهدافنا بأشياء التي تتعلق بثقافتنا بمجتمعتنا بعائلاتنا بدراستنا مثلا غيرت توجهاتنا معينة والسؤال الثاني اللي رح نجاوب عليه أنه كيف أنه إحنا إذا حصلنا على هاي المنحة شو ممكن تفيدنا في بلدنا الأصلي وبلد الإقامة الحالي يعني أنا مثلا إذا حصلت على هاي المنحة شو ممكن أستفيد شو ممكن أعمل شو ممكن أطور شو ممكن أغير ضمن بلد اللجول اللي أنا فيه أو بالبلد الأصلي طبعا الجواب على السؤالين رح يكون في عندنا على شكل مقالة يا جماعة ما نعملها كسؤال وجواب لا نعملها مقالة بس ولكن بدراعي أن نحن نجاوب بعضها للسؤالين طول المقالة رح يكون من 350 إلى 700 كلمة لكل سؤال يعني حوالي 1500 كلمة للمقالة كاملة طبعا شكل الرسالة رح يكون نفس الشي الخط رح يكون Arial أو Times New Roman حجم الخط رح يكون 21 والصفح رح تكون Justified طبعا إذا بننظم هاي المقالة رح نذكر فيها مقدمة رح نحكي بالبداية مقدمة تطوير للفكرة واستنتاج يعني هما بيحاولوا قدر الإمكان أنه تكون هاي المقالة اللي احنا مقدموا لهم مرتبة ومقروعة ومفهومة بالنسبة لللي رح يستلموها طيب أما بالنسبة لطريقة التقديم يا جماعة بدي أحكي لكم شوي عن هاي المنحة هاي المنحة مختلفة نوعا ما عن باقي المنح نحنا لما ندخل نسجل رح نعبي بياناتنا الشخصية عنواننا مؤهلاتنا ونرفع المستندات اللي معنا وما رح نحدد إحنا شو بدنا ندرس باكولوريوس أو ماجستير ولا رح نحدد التخصص اللي رح ندرسه وإنما نحنا بنرفع المعلومات تبعنا وإذا كانت مناسبة لهم رح يتواصلوا معنا وبعد هيك نحنا ممكن نختار شو هو البرنامج اللي نحنا رح ندرس عليه فخليكم معنا خلينا نشوف طريقة التقديم على المنحة رابط التقديم رح أعملكوا إياه بالوصف تحت الفيديو فيكوا تدخلوا وتلاقوا الرابط مباشرتنا رح ينقولكوا على صفحة الاستمارة لحتى نعبيها طيب بعد ما كبسنا على الرابط يا جماعة رح ينقولنا على هاي الصفحة بالبداية رح ندخل الاسم الكامل باللغة العربية كما موجود على جواز السفر بعد ما دخلت الاسم رح أدخل بالخانة الثانية رح يطلب مني اسم العائلة والاسم الأول والاسم الأوسط نفس اسمنا يا جماعة رح نفصلوا الاسم الأول والاسم الأوسط والاسم العائلة بعد هيك رح ندخل الجنس سواء كان ذكر أو أنثى الحالة الاجتماعية أعزم متزوج أرمل مطلق إلى خيره في أولاد أو لا رقم التليفون وينصح أنه نكتب الرمز الدولي قبل رقم التليفون بالنسبة للأردن هو صفرين تسعة ستة اثنين بيطلب مننا عنوان بريد الكتروني بسيط ما في أي شيء بلد الإقامة الحالي أكيد الأردن بالنسبة للأوضعي العنوان الحالي ويفضل أنه يكون عنوان تفصيلي بالمحافظة المنطقة الحي والشارع ورقم البناء بيسأل بعد هيك أنه نحن بنسكن بمخيم أو خارج حسب وضعك في حال إجابة بنعم رجاء كتابة اسم المخيم سواء كان الأزرق أو الزعتري اللغة الأم مندخل لغتنا الأم مثلا أنا بحالتي العربية هلأ رح يطلب مننا بيانات عائلية البيانات العائلية هم الأشخاص الموجودين معنا على المفوضية اللي هم مع عيلتي بالبداية مثلا أنا بداية دخل والدي فبيطلب مني أول شي انه شو علاقتي بالشخص اللي بدأ دخل معلوماته بالبداية بحكيله مثلا الأب بدخل اسم الأب الكامل الثلاثي تاريخ الميلاد بكبس على هاي العزر على الشكل المفكرة فراح يفتح لي مربع هذا المربع بختار مثلا ببلش بالسنين مثلا بختار السنة اللي هو مولود فيها مثلا 1970 بختار الشهر بختار بعد هيك اليوم مكان الإقامة الحالي هو وين مقيم بالغالب رح يكون مقيم معي أو بيكون مثلا بمكان ثاني العمل شو بيعمل والخلفية التعليمية لهو لوين دارس وحالة الهجرة أكيد أحيانا بيكون طالب لجوء أو أحيانا ممكن يكون ببلد آخر فهو مقيم مثلا أو اشي ثاني لما نخلص إذا ننظيف أفراد ثاني نعمل إضافة فرد آخر من العائلة وهكذا هل هو مجر بالنسبة لكافة أفراد العائلة هل أبني جلال خلفية التعليمية؟ الخلفية التعليمية إنه نحن شو دارسين؟ بالبداية رح يطلب شو هي اللغات اللي نحن بنتكلمها أو تتكلمينها مثلا لغة العربية الإنجليزية فمنكتب بس كتابة إنه مثلا العربية فاصلة الإنجليزية فاصلة الفرنسية إلى آخرين هل أكملت المدرسة الثانوية؟ أكيد الشخص اللي أكمل المدرسة الثانوية بيعطينا عام أين أكملت الدراسة الثانوية أو المدرسة الثانوية؟ أنا مثلا درست بسوريا أشخاص درسوا بالأردن أشخاص بالسعودية بغير بلدان ما في أي مشكلة درجتك المعدلة النهائية من المدرسة الثانوية هي المعدل قدش كان معدلك بالتوجيهي أو بالثانوية العامة هل درست بالمستوى بعد الثانوي الأشخاص اللي بدهم يقدموا على الماجستير أكيد درسوا جامعة درسوا بكالوريس فبيدخلوا نعم اللي ما درس اللي بدي يقدم على البكالوريس بيحكي أنه لا إن اضطررت إلى وقف التعليم العالي قبل الحصول على الشهادة إذا حدا مثلا كان مسجل وترك ما كمل شو الأسباب اللي ما قدر يكمل عشانها بيطلبوا معلومات إضافية هل قدمت منحة في بلد آخر بصراحة يعني هم بيعرفوا إذا أنت مقدم على منحة أخرى المفوضية مثلا ممكن تعرف فنكون واضحين إذا قدمنا أو لا سواء قدمت على المنحة أو لا إذا كانت إجابة نعم نكتب شو هي المنحة وشو البلد وشو صار معنا إنه قبلونا ما قبلونا الحال القانونية في بلد اللجوء الأول حالتنا نحن موجودين مثلا بالأردن أنا مثلا لاجئ أو طالب لجوء أو أنا مثلا مواطن هل أنت حاليا في مرحلة إجراءات التقييم من أجل إعادة التوطين في البلد الذي تقيم أو تقيمين فيه الآن يعني فيه لك ملف للتوطين في أي بلد معين سواء كان نعم أو لا قدمت مشروع حبشة قبل هيك أنا ما قدمت فبكتبلو لا أي سنة قدمت إذا كنت مقدم قبل هيك على مشروع حبشة وكيف علمت بمنحة مشروع حبشة من الفيسبوك من قناتنا مثلا ميتزيديو حلو نكتب اسم القناة المستندات هلأ هون بدنا نرفع المستندات يا جماعة خلينا نركز شوي أول إشي رح يطلب مننا جواز السفر رجاء تحميل صورة جواز السفر كعلى هائية بي دي اف منصور أول ورقتين من جواز السفر أو أول ثثوراق ما في أي مشكلة منعملهم على شكل بي دي اف منحولهم لبي دي اف ومنعمل في عنا هون إشي يسمو براوز منكبس على براوز رح يخذنا على الملفات الموجودة عنا على الكمبيوتر أو على الموبايل ومنرفع جواز السفر تحميل مقالكة هنا اللي هو حكينا عنه المقالة اللي كنا بدأ نجيب فيها على سؤالين اللي حكيت لكم بالشرح بالنسبة للشروط التقديم على هاي المنحة ورسالة دوافع الترشح هي نفسها رسالة الإحالة أنه أنا ليش مثلا دافعي لأني أقدم على هاي المنحة الحالة في البلد الأول مثلا الرجاء تحميل ورقة تثبت حالتك في البلد الأول ممكن نرفع البطاقة الأمنية أو بطاقة اللجوء اللي هي الهوية المفوضية عفوا المستندات اللغوية إذا كان في معنى أي شهادة لغة تثبت إجادتنا لأي لغة معينة إنجليزية فرنسية امتحان لغة نتيجة امتحان لغة معينة ممكن هاي يتقوي الملف تبعنا وبيطلبوا بعد هيك الشهادة الثانوية أكيد الشهادة الثانوية العامة يفضل أن تكون المستندات بصيغة PDF أفضل الشهادة الجامعية أيضا اللي خلصوا جامعة وحابين يقدموا على الماجستير بيطلبوا مننا رسائل توصية ثنتين رسائل توصية أول ورسائل توصية ثانية وآخر إشي اللي هي بطاقة المفوضية وبالنهاية جماعة منعمل تسليم للاستمارة وهيك نحن منكون قدمنا معلوماتنا بشكل كامل لهاي المنحة إذا إن شاء الله كنتوا من المقبولين أو المقنعين بالنسبة لإدارة المنحة أو لإدارة المشروع أو للمفوضية رح يتواصلوا معاكم ورح يشرحوا لكم شو هي الخطوات التالية بس هيك كل شيء إن شاء الله بتوفيق لكم جميعا وإن شاء الله نكون قدمنا معلومات كافية ووافية أي استفسار أو أي أسئلة اكتبوا لي بالتعليقات ورح حطوا لكم رقمي بصندوق الوصف راسلوني وإن شاء الله بساعدكم بالتقديم ويعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة